اشتركوا في القناة وفي الصحاري أيضا غنية ولها فوائد كثيرة وعديدة لكن لا نقدر هذه الفاكهة التي نعمل الله بها هذه الفاكهة هي النبق أو النبق أو بالدرجة المغربية النبق من الفواكه الشتوية اللذيذة أو الخريفية إن صح التعبير وذكر في القرآن باسم الصدر وللنبق فوائد صحية متعددة فهو غني بالألياف والفيتامينات وعناصر المفيدة لصحة الجسم قال أحد الدكاتر العرب أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية إن للنبق من الفواكه الجيدة التي يصلح تناولها للمرضى السكري والمنع بخلاف فوائده المتعددة في مساعدة الجسم للتخلص من أفو مرض إنفلوانزا لما يحتويه من مصادر للفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ولكن يجب عدم الإسلاف في تناوله حتى لا تشكل ضرراً على الجسم إخواني أخواتي كما سمعتم هذا المقال لأحد الدكاتر العرب اسمه الدكتور السيد حمد هذه الوصفة النبق كانوا أجدادنا وأباؤنا يتناولون هذه الفاكهة وكانت دائماً توجد في منازلنا لكن للأسف الشديد لم نعود نعطيها فائدة كالأول إخواني أخواتي لآن قبل أن شرع في إعطاء الفوائد إن وجدت هذه الفاكهة فهناك من يبيع على الجنب جوانب الطريق عيدنا هنا في المغرب في جبل أطلس أو في السهول فاقتنيها فهي لا تمنها رمزي وفوائدها عديدة إخواني أخواتي الآن سوف أتطرق لفوائد النباق إخواني أخواتي يحتوي على النسبة عالية من الألياف يساعد على عمل الجهاز الغضمي بصورة طبيعية هناك الكثير والكثير مننا يعاني من الجهاز الغضمي الماعدة أو انقباض أو شيئا من هذا القبيل فالنباق أو النباق أو السدر فهو ينقل الجهاز الغضمي إخواني أخواتي كل من يعاني أي مشكلة في الجهاز الغضمي ديدا أو شيئا من هذا القبيل فهو يقضي على جميع الميكروبات وجميع السموم التي تتوجد في الجهاز الغضمي إخواني أخواتي يعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة لمن يريد إخواني أخواتي أن يقوم بحمية فعليه بالنباق أو النباق لمن يريد أن تخصيص من الوزن فعليه بالنباق إخواني أخواتي لأنه يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة إخواني أخواتي يمكن استبدال تمرد فكها بعشرة حبات نباق لصغر حجمه ساعته الحرارية قليلة جدا لذلك ينصحه بتناوله في أنظمة إنقاس الوزن كما أشرته من قبل مناسب لمرض السكري هناك عديد من الوصفات لمرض السكري فأنا كما تعرفون إخواني أخواتي كنت أعاني من ذات السكري فكنت أتناول النباق بشكل منتظم فرحط إخواني أخواتي أنه تم نسبة السكر تمت بنجاح تمت نقصان من نسبة السكر في الدم إخواني أخواتي يحتوي على النسبة جيدة من المضادات الأكسدة يعمل على رفع كفاءة جسم مناعة الجسم وقاية الجسم من الكثير من الأمراض قد يهمك البرتقال فاكهات شتوية لا ديدة تمنحك فوائد لا تتوقعها يحتوي على النسبة جيدة من الفيطامين يساهم في علاج نزالات البرد والإنفلوانزا النبق إخواني أخواتي يعالج نزالات البرد والإنفلوانزا بالتجربة بالتجربة يتم طحن حبات من النبق وإضافة إليها ملعقة من العسل إخواني أخواتي فتنولها على الريق قبل أن تأخذ وجبة الإفطار وأيضا عند ولوجك إلى النوم تتم هذه الوصفة قبل النوم وسوف تلاحظ هذه الوصفة هل يجبار أم لا يعمل على تأجيل ظهور تليافات الكبد ولكن لا يقضي عليها نهائيا لمن يعاني من تليافات الكبد مشاكل في الكبد فهو يقضي عليها ولكن لا يقضي عليها نهائيا إن تمت المعالجة مؤخرة إخواني أخواتي إذا تمت المعالجة متأخرة فلن يقضي عليها نهائيا إخواني أخواتي مفيد لأمراض الصدر ومشاكل ومشاكل التنفس أيضا لمن يعاني من الضيقة ومساكل الصدر فإن النبق جيد إخواني أخواتي فهو النبق عنصر حيوي سوف يوقيك من هذه المشاكل التنفسية يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين أ مفيد لصحة البشرة جيد لصحة العيون لمن يعاني من تشقق البشرة أو شيء من هذا القبيل فهو جيد إخواني أخواتي البشرة كيف هذه الوصفة سوف يسألون بعضكم كيف سوف أقوموا بهذه الوصفة فالوصفة إخواني أخواتي سألة وبسيطة كما ذكرت في قبل تتم منطحن بعض حبات من النبق والصدر وخلطها مع ملعقة إلى ملعقة من العزل وتتم إطارته على وجهك أو وجهك أختي الكريمة وأشار أستاذ التغذية أحمد بالمعهد القومي للتغذية إلا أن النبق في فوائده حيث يعمل النبق على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وزيادة تنشيط الداكرة والتنشيط خلايا الكبد والكلي ومنع احتباس الماء في الجسم موضحا أن هذه الفواكه الشتوية مفيدة جدا للجسم ويجب التناولها ولكن دون الإفراط كما أقول دائما يوم في أي فيديو التناول العجوب نعم لكن ب وصفة معقولة ومقادر معقولة إخواني أخواتي ونصحها الدكتور حمد قبل تنوى النبق بالتزام بالإرشادات التالية استمعوا جيدا لهذه الإرشادات إخواني أخواتي التأكد من مصدره وعدم تعرضه للتلووت هناك إخواني أخواتي النبق يوجد في كما ذكرت في من قبل يوجد في طبيعة ملوثة مثل بالقرب من بعض طرح النفايات أو بجانب بعض المعامل المعامل أو 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 لذلك أشرت من قبل أنه أحسن النبق يوجد في السهول السهول أو الجبال إن سافرت إلى الجبال فاخده على ضمانة إخواني أخواتي أو إن ذهبت إلى مناطق سحرية فاخده على ضمانة إخواني أخواتي ولكن لا تشتريه في المدينة إخواني أخواتي لأنك لا تعرف مصدره أن تكون التمر جيد وسليم وليجد بها أي نخور فأشرح هذه الجملة أن تكون الفاكهة جيدة لأن هناك هذه الفاكهة تتعرض إلى التسوس وحينما تتعرض إلى التسوس تكون فائدهتها ضعيفة إخواني أخواتي الغسيل الجيد للتخلص من الموبيدات المستخدمة أثناء الزراعة دائما وأبدا الذين يتابعون في القناة فأنا أنصح دائما بغسلي الجيد للتخلص من الموبيدات المستخدمة أثناء الزراعة أي عشب أنا أذكر هناك موبيدات وهناك تبو الكلاب والقطة حاشاكم وعزاكم الله دائما أغسل الأعشاب قبل تناولها إخواني أخواتي سوف أتطرق إلى بعض الفوائد التي أما أذكر في الأول يقوي مناعة الجسم الجسم بشكل عام يمد الجسم بالطاقة وحيوية ونشاط لإحتواء على السكريات مثل السكروز يقوي العظام والأسنال إحتوائي على الكالسيوم يخفض ضغط الدم المرتفع لإحتوائي على البوتاسيوم يقوي الدم ويزيد من إنتاج القريات الدم الحمراء لإحتوائي على الحديد يفيد صحة الأم الحامل والجنين لكن يمنع تناول كمية كبيرة منه إخواني أخواتي يعالج أمراض الصدر والقصبات الهوائية ويحسن عمل التنفس يعالج آلم المفاصل وعضلات يوقي من الإصابة بالإمساك يعالج التهابة المثانا يعالج مرض الصداع ويخفف من حدة نوبته يعالج التهابات الكبد يقتل الميكروبات والجاراتيم في الجسم لأنه له خصائص مطهرة يصنع من عسل الصدر الذي يعتبر من أجود أنواع العسل وأكثرها فائدة إن لم تجد الصدر فأخذ عسل الصدر إخواني ويحافظ على صحة الجهاز العظمي يعالج التهاب الفم واللثة يقضي على جذور الحار للخلايتين مما يمنع يقضي على خلايا السرطان وخصوصا سرطان التدي يعتبر مضادا متميزا ممتازا للحم يقاوم بصيلات الشعر ويمنع تساقطه يقتل الديدان المعاوية ويطهر المعدة ويطرد الغازات من تجويف البطن ينق الدم من الفضلات والسموم يمنح الترطيب العميق للجسم ويعالج حرقة المعدة ويدفع الشعور بالعطش يفتح الشهية لتناول الطعام يدير دم الحيض يحافظ على صحة الجل والبشرة ويمنح النظر والحيوية كما كما ذكرت فهذه الفوائد على مجملها فهناك من يستعمل النبق في فك السحر فلكن لا أدخل في هذه المواضع دائما التي تتعلق بالسحر إخواني أخواتي فأنا أفيد ولا أنصح في فيشتيت الأسر أو شيء من هذا القبيل أعطي دليلنا هذا الفيديو إن شاء الله وإلى فيديو آخر دمتم في رعاية الله وأعتدر عن هذا التأخير الذي خارج عن إرادتي كما تعلمون إخواني أخواتي أحبكم في الله كان معكم أخوكم رشيد ترجمة نانسي قنقر